أكثر من ألفين صحفية تعرضنا للتمييز النوعي وفق منظمة اليونسكو إذ تم تسريح 1600 منهن إبان جائحة كورونا أمر اندعى كثيرا من الناشطات المدنيات إلى تأكيد حق المرأة بالعمل أسوة بالرجل دون أي تمييز نوعي أظهرت إحصائيات منظمة اليونسكو أن هناك في العراق أكثر من ألفين صحفية ولكن أيضا أظهرت هذه الإحصائيات مع الأسف تسريح أكثر من 1600 عاملة في هذا المجال منذ جائحة كورونا سنة 2020 بما دفعنا إلى طرق أبواب بديلة مثل مواقع التواصل الاجتماعي ولكن مع ذلك ليست مواقع التواصل الاجتماعي بالفرص الآمنة حماية الصحفيات والمدونات من الابتزاز والاستغلال والتهديد أهداف تسعى المنظمات الأممية إلى حماية المرأة منها إذ أشارت منظمة اليونسكو إلى أنها تعمل على مشروع الأمان الرقمي للصحفيات لتعزيز حق المرأة العاملة هدف اليونسكو كأمم المتحدة كمنظمة من منظمات الممتحدة معنية بحماية حقوق الصحفيين والحريات الصحفية وحرية الإعلام وتنظيم هذا الواقع وهذه البيئة تأخذ بنظر الاعتبار التوازن بين الجنسين من حيث الحقوق والامتيازات وكما نشاهد وكما نعرف أصلا أن الوضع في البلدان في المنطقة العربية يميل بقوة بالميزان إلى الذكور أكثر من الإناث ويرى مراقبون أن تأثير الصحفيات يكمن في تناولهن مواضيع اجتماعية وإنسانية تطال شرائح مهمة من المجتمع إذ تستطيع المرأة التي تمتلك الثقافة والمعلومة من إيصال رسائلها بشكل فعال وهو ما حدث إبان تظاهرات تشرين عمل المرأة يتشكل في ملفات مهمة في ملفات اجتماعية وإنسانية وأيضا خدمية وأيضا في توعية المدارس والجامعات التي تختصوا الأقسام الخاصة بعلم النفس والاجتماع وساوى المشارع العراقي في بند الحقوق الذي تضمنه الدستور عام 2005 بين الرجل والمرأة في اكتساب الحقوق المدنية كافة دون تمييز بينهما واستطاعت المرأة الحصول على سبعة وتسعين مقعدا نيابيا في الانتخابات الأخيرة متجاوزة مقاعد الكوتا البالغة ثلاثة وثمانين في خطوة مهمة هي الأولى منذ عام 2003 وفق منظمات دولية علي العتابي الحرى ذيقار